موسيقى موسيقى الآن ونحن مزارعنا يقع في مشاكل كثيرة وهذه المشاكل هي أنه لا يمكن لاستخراج المياه بسبب غلاء مادة المازوت وعدم توفر الإمكاني لتركيب ألواح الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة وخاصة في هذا العام تراجعت الزراعة بشكل كبير جدا جدا لتأخر موسم الأمطار حيث أن الأراضي إلى اليوم لم تكن مزروعة أو لم يتم زراعتها بسبب تأخر الأمطار وأيضا الأراضي المزروعة والتي تمت زراعتها إن لم تم ثقايتها فهي في حال حرجي حيث أن المساحة المتبقي أو التي زرعت محصول القمح لا تجاوز 15% من المساحة الموجودة في المنطقة الطاقة الشمسية هي الآن الحل الوحيد لإنقاذ مزارعنا والاستخراج المياه من الآبار تكلفة البئر الواحد بمعادل 20 ألف دولار وهذه كلفة كبيرة لدى المزارع لا يمكن لأي مزارع أن يجهز بئره بالطاقة الشمسية صعوبة في التموين صعوبة في المواد الزراعية من الأسمة للأدوية للفلاح للحبوب يعني لدينا مشكلة كبيرة بالنسبة للمواد المواد مشكلة كبيرة ونحن حاليا بالوقت الحاضر شكرنا أمنة بتشكيل جمعيفة اللاحية عنا بزردنا ومن ناشد فيها نحن نطالب حاليا بالاتحاد ونطالب من وزارة الزراع ونطالبهم بالإمكانيات الدعم للمزارع كلفة اكتار الفول من عدى أجار أرضو في عندك فلاحة في عندك أسمدي في عندك أجار يد عاملي في عندك قيمة بدار الفول هذا الحكي اليوم بيكلف من 250 إلى 325 دولار لحد الآن لحد الآن وليوم نحن ما بقع من ندور على جمع سروي مالي اليوم نحن عم ندور بس على أنه بنناكل يعني بنناكل ونشرب ونعيش بي كرامدنا بدون ما نمد إيدنا لشئتين هذا الحكي إذا ما في مين إذا ما الله هيأنا الداعين أشو الحل بننا نساوي اليوم أشو الحل يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر